فتاة تدفع ثمن خطية أبيها كان من ضمن أبعاد عقوبة الله لداود على ما فعله مع بث شبع وزناه وقتله جزء وريال حسي أن بيته وعائلته سيدفعان الثمن أيضا وفعلا جاءت ثمار بنته لتدفع فاتورة خطية أبيها بل من نفس نوع الخطايا الاقترافها داود فضيحة جنسية أخلاقية في بيته مع ابنته الجميلة وابنه الأكبر أو ولي العهد أمنون اتنين فتاة تعرف الرب في رد فعلها تجاه أخيها غير الشقيق وغير الأمين لوصايا الله أنه هكذا لا يفعل أبدا كان رد فعلها بقدر مستطاع الرفض الكامل لما يريد أن يفعله معها مما يدل على معرفتها الشخصية بالله وعلى تمسكها بالأصول الروحية المرعية عشان كده هي قالت له لا يا أخي لا تزلني لأنه لا يفعل هكذا في إسرائيل لا تفعل هذه القباحة أما أنا فعين أذهب بعاري وأما أنت فتكون كواحد من الصفهاء في إسرائيل والآن كلم المالك لأنه لا يمنعني منك وهي بتقصد أنه لو كلمه أنه يتزوجها مش هيمنع هذا الأمر لأنه كان هذا الأمر طبعا الاختصاب والزنا كان عمر قبيح جدا أمام الرب كما تظن وتؤمن أيضا ثمار كمان كانت شايفة أن الحل رغبته الجنونية دي أنه يطلب إيديها من أبيها وقد كان الزواج الحقيقة ممكنا بين الأخت والأخ غير الشقيق في ذلك الوقت وبالتالي إن كانت هذه بعض الملامح البسيطة المختصرة عن شخصية ثمار المختصبة الحقيقة من أخيها غير الشقيق زي ما رسمها الكتاب مقدس اشتركوا في القناة